وقع زعيم المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان رياك مشار اتفاقاً أولياً للسلام الدائم مع حكومة جنوب السودان في سبيل إنهاء حرب أهلية دامت قرابة خمس سنوات وقال وزير الخارجية السوداني الدريد محمد أحمد في مفتتح مراسم التوقيع إن الخطوة تعد إكمالاً لمشوار التفاوض الذي بدأ في يونيو حزيران الماضي وتوصل خلاله المتفاوضون لتوقيع اتفاقية لفض النزاع التي طال انتظارها في دولة جنوب السودان وكان قد رفض مشار وتحالف المعارضة الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي توقيع الاتفاقية التي وقعتها حكومة جنوب السودان ومجموعة المعتقلين السابقين وأحزاب جنوبية احتجاجاً على عدم تضمين مطالب رئيسية بالنسبة لهم في نص الاتفاق التنفيذ من الناحية العملية وحتى قبل أن نوقع على هذا الاتفاقية التوقيع النهائي الذي سوف يتم إن شاء الله تعالى في قمة الإيقاد التي تخصص لهذا الغرض التي سوف يعلن عن موعد عقادها غريباً فإنه قبل ذلك بفضل ما توفر من روح طيبة بين مختلف الفرقاء فإننا ننتقل الآن إلى أولى خطوات هذا التنفيذ اشتركوا في القناة